يوجد لدينا هنا مثلث حيث أن كل أضلعه الثلاثة لها نفس الطول وكل الأضلع الثلاثة متطابقة مع بعضها البعض وهكذا مثلث نسميه متساوي الأضلع هذا مثلث متساوي الأضلع إكوالاترال الآن ما أريد عمله هو إثبات أنه إذا كانت الأضلع الثلاثة متشابهة فإننا نعلم أن كل الزوايا الثلاثة سوف يكون لها نفس القياس إذن لنفكر كيف سنعمل هذا في البداية يمكننا أن ننظر إلى نعلم أن A B يساوي A C دعونا نتظاهر أننا لا نعلم أن هذا أيضا سوف يساوي B C ونحن نعلم أنه في المثلاثة المتساوي الساقين إذا كانت الساقين لهما نفس الطول فإن الزاويتين القاعدة لهما نفس القياس دعونا نكتب ذلك فنحن نعلم أن الزاوية A B C متطابقة مع الزاوية A C B دعوني فقط أكتب ذلك نحن نعلم أن الزاوية A B C متطابقة مع الزاوية A C B وذلك لأن ربما هذه هي العبارة هنا statement ثم لدينا المبرر reason والمبرر هنا سوف أكتبه باختصار هو أنهما زاويتين القاعدة أعتقد تستطيع أن تقول لمتساوي الساقين لأننا نعلم أن هذا الضرع يساوي هذا الضلع ولكنه واضح أن هذا متساوي الأضلع كل الأضلع متساوية ولكن حقيقة أن هذان الساقان متساويان فإن زاويتين القاعدة متساويتان فنقول الساقان متساويان two legs يتضمن أن زاويتين القاعدة base angles سوف تكونان متساويتان وهذا ما عملناه في آخر فيديو عن المثلث متساوي الساقين ونستطيع أن نرى هذا المثلث بطريقة أخرى يمكننا أيضا أن نقول أنه ربما هذه الزاوية هنا هي الزاوية الرأس وهتان هنا ربما هما زاويتين القاعدة لأنه سوف يصبح أن هذا الضلع وهذا الضلع متطابقان مع بعضهما بالتالي هذه الزاوية وهذه الزاوية سوف تكونان زاويتي القاعدة بالتالي تستطيع أن تقول أن الزاوية c a b الزاوية c a b سوف تكون متطابقة إذا الزاوية c a b سوف تكون مطابقة للزاوية a b c للزاوية a b c a b c a b c في الحقيقة لنفس السبب حيث أني أبحث عن أضلاع مختلفة هنا وزاوية قاعدة مختلفة فهذه سوف تكون القاعدة في هذا المثال يمكنك أن تتخيلها إذا نقلبنا المثلث المتساويس سقين على جانبه ولكنه نفس المنطق تماما دعونا نراجع ما قلته هذا الضلعان متساويان ما يتضمن أن زاويتي القاعدة هاتTE متساوياتان وإذا كان هذان قبل عانم متساويات هذا يعني أن زاويتي القاعدة هاته متساويتان حسنا، إذا كانت a b c متطابقة مع a c b ومع c a b بالتالي كل هذه الزاوية متطابقة مع بعضها البعض بالتالي نحصل على الزاوية a b c متطابقة مع الزاوية a c b الزاوية ABC متطابقة مع الزاوية ACB وهي متطابقة مع الزاوية CAB وهذا يعطينا كل الزوايا إذن المثلث المتساوي الأضلع هو في الحقيقة مثلث متساوي الزوايا حيث كل الزوايا سوف تكون متساوية وتستطيع أن تعرف ما هو قياسها إذا كان لديك ثلاث أشياء متساوية لنسمي هذه XXX ومجموعها يساوي 180 فلدينا X ذائد X ذائد X يساوي 180 أو 3X يساوي 180 نقسم الطرفين على ثلاثة فنحصل على 60 درجة إذن في المثلث المتساوي الأضلع هؤلاء ليسوا فقط نفس الزوايا ولكن كل منهم تساوي 60 درجة كل منهم زاوية 60 درجة الآن لنفكر بها بطريقة مختلفة لنقل أن لدينا مثلث لنقل أن لدينا مثلث حيث أن كل الزوايا متساوية كل الزوايا إذن لنقل أن هذه النقطة X النقطة Y والنقطة Z ونعلم أن كل الزوايا متشابهة إذن نعلم أن هذه الزوايا متطابقة مع هذه الزوايا وهي متطابقة مع تلك الزوايا إذن ما قد بيناه في آخر فيديو عن المثلث المتساوي الساقين هو أنه إذا كانت زاويتي القاعدة متساويتان فإن الأضلع المقابلة سوف تكون متساوية فنعرف مثلا أن YX متطابق مع YZ نعلم أن YX متطابق مع YZ ونعلم أن ذلك لأن زاويتي القاعدة متطابقتين بيس أنجلز الآن نعلم أيضا بيس أنجلز الآن نعلم أيضا أن YZ متطابق مع XZ نعلم أيضا أن YZ متطابق مع XZ من خلال نفس المنطق ولكننا نتعامل مع زاويتي قاعدة مختلفتين فالآن مرة أخرى يمكنك أن ترى هذا كمثلث متساوي الساقين مقلوب على جانبه هذه زاوية الرأسنا وهتان زاويتي القاعدة فهذه هي القاعدة الآن ونعلم ذلك لأن زاويتي القاعدة هتان متطابقتان إذن من خلال نفس المنطق في هذه الحالة الأولى زاوية القاعدة كانت هذه الزاوية وهذه الزاوية وفي الحالة الثانية هما هذه الزاوية وتلك الزاوية دعوني أكتبها زاويتي القاعدة في هذه الحالة الأولى سوف أعملها بنفس اللون الأرجواني هما الزاوية XY أو YXZ الزاوية YXZ متطابقة مع الزاوية YZX الزاوية YZX هذا كان في الحالة الأولى هاتان زاويتي القاعدة بالتالي اعتمادا على الإثبات الذي رأيناه في آخر فيديو هذا يتضمن أن هذان أضلعا متطابقان هنا لدينا زاويتين القاعدة هاتان فنقول هنا سوف أعمل هذا بالأخضر الزاوية XYZ XYZ متطابقة مع الزاوية YXZ YXZ بالتالي هذا يتضمن أن هذان الشيئا هنا متطابقان وقد أثبتناها لقد قلنا أن هذا الضلاع YX متطابق مع YZ وبيننا أن YZ متطابق مع XZ بالتالي كل الأضلع متطابقة مع بعضها البعض مرة أخرى إذا كانت كل الزاوية متساوية فسوف تكون هذه 60 درجة بالتالي نعلم أن كل الأضلع سوف تكون متساوية أيضا ومتطابقة وانتهينا ترجمة نانسي قنقر